شاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد في هذه الحلقة نستضيف شاعراً شاباً انقسمت روحه بين وطنين جريحين فتارة تدمع عينه من أجل ألام السودان وتارة أخرى يدمع قلبه من أجل فلسطين الوطن الذي ينحدر منه هو وآباؤه وأجداده هي قضية واحدة لوطن تمتد جراحاته في أرواح أبنائه الذين لا ينسون القضية الكبرى ألا وهي قضية الإنسان وإن أجبرته الجغرافيا على أن يقسم في أوطان متعددة إلا أن اللسان العربي الواحد والجرح الواحد يذكر أبناء الأمة كل الأمة أن همومهم واحدة لا يمكن للحدود ولا للسدود أن تجزئها أو أن تبترها مشاهدين معنا هنا في الألوستوديو الشاعر الشاب إبراهيم حافظ أحيى الله إبراهيم حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد كل شرف وكل امتنان لقناة الرافدين أولا وشكر موصول للمشاهدين خلف الشاشات وشاكر جدا لك عزيز المصطفى وعلى أمل أن يكون هذا اللقاء ماتعا إن شاء الله من الواضح أنه سيكون ماتعا وممتعا وزاهرا ومزهرا بين إبراهيم حافظ وهو اسمك وحافظ إبراهيم أكيد هناك من توقف مع هذه المقاربة الإسمية وسبقني إليك فيها الكثير وناقشوك فيها الكثير حدثنا عن هذه الفكرة التشابه بالأسماء بينك وبين الشاعر المصري الكبير حافظ إبراهيم والله هذه المشابهة لطيفة نوعا ما وكما أسلفت الكثير من ما أصادبهم يحدثوني من هذه تعرف الشاعر حافظ إبراهيم نعم فهي شيء لطيف والواحد يفتخر نوعا ما أن له تقارب ما بين شاعر عظيم مثل شاعر حافظ إبراهيم فنأمل إن شاء الله أن نكون ذات يوم ما بحجمه أحسنت أحسنت كثيرا وهو شاعر النيلين أو شاعر القطرين كما يقال لكن الآن إذا ما أردنا أن نتحدث عن شاعر النيلين إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة فلسطين والسودان أنت فلسطيني أم سوداني أم مزيج من الجرحين معا والله في هذه النقطة أنا أسميها المتشاكسان نعم فهما في داخلي وجوفي الزول السوداني والزلمة الفلسطيني كونت منهما مزيج يعني رائع بالنسبة لي يشتركان جميعا في الجرح في حب بلادهما فهذا المزيج إن شاء الله نأمل أن يكون طفرة وصرخة لهذا النوع من الناس وكثير من البشر يعانون من هذا التشاكس الذي بدأ ينشأ من كثرة التنقل وكثرة السفر وغيرها وتصادم الثقافات وهذه سنتنا يعني نعم فهو مزيج جميل وأفخر بهمها الاثنان دون الآخر فأنا زول بكامل الزول من معنا وزلمة بكامل عجبتني أنا زول إذن أنت تميل إلى سودانيتك منها إلى فلسطينيتك وإن كنت مزيج الجرحين معا يا إبراهيم وقبل ما نذهب لقصيدة المتشاكسين وفيها تتحدث عن فكرة المزاوجة أو الدمج ما بين وطنين قبل هذا حدثنا عنك قليلا ومن ثم نذهب إلى سيراتك الذاتية المتعلقة بالوطنين الذين يتشاكسان في داخلك وربما يتفقان وربما أنا في البدء إبراهيم حافظ نعم كما أسلفنا فلسطيني وسوداني أفخر بهما الاثنان لثلاث وعشرون موتا خريج حديث التخرج ثلاثة وعشرون موتا نعم تقصد سنوات العمر صحيح يا رجل كن متفائلا لماذا هذا التشاؤم ذهبت هذه السنين مع الأيام وخريج تقنية المعلومات بجامعة الراز الخرطوم وجدت نفسي في الشعر صراحة نوعا ما معبرا هذا المزيد وأنا إن شاء الله أكون حامل هذه الرسالة من خلال الشعر والأدب بشكل عام وأتسم بالمشاغرة إن شاء الله خذنا إلى أول قصيدة تريد أن تقرأها في هذه الحلقة التي تحلو بوجودك اقرأ علينا بطريقتك الجميلة وإلقائك الأجمل تفضل يا إبراهيم سيرة ذاتية لمتشاكسين في القلب في القلب في اثنان مجروحان في القلب في اثنان مجروحان يجدان بعضهما ويتفقان هذه فلسطين الحياة كرامة برصاص غدر أمطرت ودخاني سودان لي في الأرض نيل شامخ أبدا يجود بعزة وحناني أخذت سمرة أرضها لملامحي وفي غزة الزيتون كان مكاني فليكتب السودان بي شوق إلى عكة ستبقى أجمل البلداني فليكتب السودان بي شوق إلى عكة ستبقى أجمل البلداني وطناني لي لكنني في غربتي ما زلت أملأ غربتي وزماني وحدي أفتش عن دليل ضائع في النفس إنساناني يقتتلاني كم جئت للأشعار أسكن طفلها في أرض كنعان التي تهواني في أرض كنعان التي تهواني أشاغب الشعراء في مرح عسى أسم بإنساني على الشيطان قعد بيت الشعراء من جديد جميل وأشاغب الشعراء في مرح عسى أسم بإنساني على الشيطان توجت نفسي فارسا متمرسا وبعزمه يمضي بغيري تواني متشاكسان فمي وقلبي كلما ناديت يا أشعار يلتقياني ناديت يا أشعار يلتقياني يا سلام ما أجمل هذا اللقاء يعني كما تلتقي القلوب دائما على الأفكار العالية والجميلة يلتقي حب السودان وحب فلسطين في نيل قلبك يا إبراهيم أحسنت كثيرا إذا أردت أن تتحدث عن الجرح الفلسطيني ملخصا لما عايشته أنت أو ما سمعته من الأبي والأم ومن عايشهم هناك في بلاد الجراح حدثنا عن فلسطين وكيف تلقيت نبأ جرحها فلسطين يعني هي الجرح التي لم يخلو عربي إلا وعلم بها فهي غنية عن التعريف لكن أنا أريد أن أنقل هذا الوصف إلى وصف من كان فلسطينيا وبعيدا عن وطنه بمعنى أن تكون جسدا وقلبك في مكان بعيد يعني لم تستطع أن تكون في أرض الواقع معه تعايش ثورته تعايش نضاله والمقاومة فهذا لوحده وصف يزيد المعاناة أكثر من معاناة العرب يعني العرب لديهم معاناة لديهم قضية يحملونها وهي القضية طبعا قضية الفلسطينيين نؤكد أنها قضية إسلامية في المقام الأول ثم عربية ومن ثم إنسانية فكونك أنت فلسطيني بعيد عن البلد هذا أمر يعني يزيد الأمر ضعفة وها حزنا وألما يعني نشارك بحزن شديد أنك فلسطيني ومن بلد مجروح ولا يمكنك أن تلتقي هذا البلد المجروح أصلا صحيح ماذا عن جرح السودان؟ طبعا هذا الجرح الحديث الحديث نعم يعني للأسف الشديد الأهل في السودان منذ أكثر من ثلاثة أشهر أو أربعة يعنون من حرب حديثة دبلت فيه هذه الجرح يعني هذه الجرح فمن فلسطين إلى السودان وطبعا للأسف كل بلاد العربة الآن أصبحت تحت نيران ومشاكل ونسأل الله أن يزيل عنها هذه الغمة جميعا اللهم أمين يا رب نسأل الله ذلك استغربت مرة من المرات وأنت خصوصا بعد ما حدث في السودان ونسأل الله أن ينتهي على خير لصالح أهله كلهم ما استغربت من فكرة أنه أنت من بلدين مجروحين بلدين ينزفان إلى اليوم غريبة هذه أن ينتمي الإنسان دما ولحما وجذورا إلى وطنين فيهما من الجراح ما فيهما والله المشكلة نحن لا نملك بعض الخيارات في الانتماءات يعني حتمت علينا هذه التجربة وهذه المغامرة والذي يلزم مننا أن نعكس هذه التجربة وأن نصب كل جهدنا من ناحية عمل من ناحية بمختلف أنواع الأعمال كتابة دعما توجهها من حيث أنك تفيد وتعطي وتبذل كل ما تستطيع تجاه هذا لأنك أنت لا تملك الخيار لكن أنت تملك أن تستطيع يعني لا أستان أكون والله أنا أريد أن أصبح بهذه الجنسية فلأنت ولدت بهم أنت هكذا فأنا لم أختر أن أكون شيئا آخر فالفكرة أني أملك الخيار في أن أدافع عنهما يا سلام وأن أجاهد لهما وأن أنصرهما بكل ما وتيت له من قوة ومن علم ومن رأي ومن فكرة ومن كل شيء فهذا هو اللساني لم تملك خيار أن تكون فلسطينيا أو سودانيا لكنك تملك خيار أن تدافع عن هذه القضية وتلك وأن تفتخر بدفاعك عن السودان وفلسطين في الآن جميل جدا إلى قصيدة جديدة الآن يا إبراهيم تفضل اقرأ علينا ما تحب طبعا بما أننا ذكرنا في البداية فلسطين والسودان نبدأ هذا النص يشيره إلى السودان محارب في صحراء الحياة نعم أنا ها هنا بحجارتي ودمائي أنا ها هنا بحجارتي ودمائي في الأرض أترك قصتي وردائي قد كنت طفلا ثائرا ثائرا متمردا أسعى بلا قلق لكسب لقائي ما زلت في الأرجاء أزرع بذرة للتائه المفقود في صحرائي عن حلمي الوضاء تبعد نجمة وتجيء تزحف نجمة بفضائي أنا لا أهاب الموت صوتي خالد يسري ليرشد من يضيع ندائي يا سلام يسري ليرشد من يضيع ندائي حزن هنا شعر هناك يضمني والداء بين الغصتين جزائي فيأيها الزمن العنيد تعال لي أن كنت تقدر أن تبيح دمائي ذابت على حرف الأميرة شمعة أنا كنت أحملها بكل ولائي في عينها في عينها الحزن العميق يشدني نحو الكتابة فالبكاء دوائي والصوت والصوت ذو اللحن الرقيق يجرني ها قد أتيت مفارقا ضوضائي ها قد أتيت مفارقا ضوضائي ماتت ماتت لترفعني القصائد رتبة كي ترتقي في الروح صرخة لائي سالت على قدم الحروف وبعدها كل المدامع زينت بنقائي أرسم لنا لون الوداع وبعده فليعتز القلم بكل تنائي أرسم لنا لون الوداع وبعده فليعتز القلم بكل تنائي الطفل في عيني الطفل في عيني يطلب رحمة والكهل يركض لي يركض لي يريد فنائي وأنا وأنا على كثب أراقب عاشقا للأرض مشتاقا إلى الحسناء وأنا على كثب أراقب عاشقا للأرض مشتاقا إلى الحسنائي أنا يا بلاد السمر جئتك عاشقا ضم العيالة تعبت من أعبائي لابد من عيد ليوم رجوعها مزهوة فرحا بغير شقائي يا أهل في السودان عيدوا خلاصكم رهن استجابتكم لجرح ندائي رهن استجابتكم لجرح ندائي يا أهل في السودان عيدوا خلاصكم رهن استجابتكم لجرح ندائي أحسنت كثيرا يا إبراهيم هذا الجرح أو هذا النداء الجريح لماذا وصفته هذا الوصف لماذا جعلت النداء جريحا شف ما ينبت في الداخل يخرج يعني للخارج بما عج به داخلنا يعني الجرح الذي سكن في القلب جرح فلسطين وجرح السودان لا بد أن يخرج شعرا أدبا نثرا صنخة هذان الأخوان الذين أو الذين يقتتلان في السودان باعتقادك هل يمكن لقلم الشاعر أن يهديهم الطريق الصواب في ظل يعني قسوة المشهد وأزيز الرصاص وقراع للأسف الحديد ودخان المعارك هل يمكن أن يكون لكلمة الشعر حضور وأثر في مثل هذه الأجواء المحقونة بالدماء هو بالطبع يعني وهذا السؤال ذكرني بالماضي العربي الجميل حيث كان للشاعر يعني أثر وكلمة وقوة فكان الشعر يدافع به نعم الشعر يصرخ به الشعر يصف به يعتز به في هذه الأزمان أستطيع أن الشاعر خصوصا بكلماته الرنانة والعذبة والجميلة أن يضيف شيئا يعني ولو كان لقليل في الساحة السياسية والوطنية في هذه الأيام الحزينة والملئة بالمأساة يعني سنتحدث عن طموحك في مجال الثقافة والأدب والشعر الذي تحب لكن بعد ما نذهب إلى استراحة قصيرة الآن مشاهدين الكرام نخرج وإياكم الآن إلى فاصل قصير وبعده نواصل ما تبقى من حلقتنا فابقوا معنا أهلا بكم أعزائنا المشاهدين من جديد وما زلنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد وضيف هذه الحلقة من السودان وفلسطين كما يحب أن يطلق على نفسها الشاعر السوداني الفلسطيني إبراهيم حافظ إبراهيم من جديد أهلا بك إذا أردنا أن نتحدث عن واقع الشباب المنطقة العربية اليوم نجد أن هذا غارقا في الملذات وأن هذا مبتعدا كل البعد عن الطريق السوية وتجد صورة من صور العزوف عن اللغة عن الثقافة عن التاريخ عن المعرفة والكثيرون يسلكون أقصر السبل إلى الانتشار والشهرة وتحقيق الرواج ألا وهي للأسف السفور والإسفاف والسفاهة والتفاهة لكن هناك أيضا في المقلب الآخر ولا نريد أن نضعهما فريقين في ميزان في كفتين ميزان لكن فعلا هناك شباب كثيرون لا يزالون مؤمنين بأهمية الثقافة وأهمية القراءة وأهمية المثابرة والمحاولة شو رأيك في الموضوع؟ والله هو مع الأسف الشديد أن الناس وخصوصا الشباب إذا حصرناهم يتبعون الموجات يتبعونها اتباعا ليس لهم أدنى رأي وليس لهم أدنى كلمة هم تشعر كأنهم موجهون مسلوبي الإرادة صحيح فأنا بالنسبة لي كان في وصف لهؤلاء الفئة من القراء وهو على الطريق الموازي الأقلية الهائلة هم أقلية لكن هائلة فأنا مؤمن أنه في كثير لكن للأسف الموجة لم تأخذهم والموجة فقط ترفع الهش الضعيف من التافه فيصعد أما من يستحق تجده منثورا مزموما غير مقبول فللأسف هذه هي عيب من عيوب هذا العصر وعيوب من عيوب التكنولوجيا ونحن لا ننكر مميزاتها لكن في المقابل هي لها تأثير شأنها ما بين أما بالنسبة للغة والأدب والشعر والثقافة بشكل عام بالناحية الشخصية أنا أجدها نوعا ما هي علاج في خضم هذه الأمراض المنتشرة فعندما تأتي إلى تفلتر الروح تنقي النفس للضبط يعني كأنها معالج وكأنك عملت الطب لهذا العالم المليب لضوضائه وفوضاه ومشاكله وتذهب إلى ما يريح نفسك ويعني يجل قريرتك ويعني يطهر قريحتك صحيح فهذا هو يعني متعة جهلها أصحاب التيك توك والسوشال ميديا والذين يجرون إلى الشهر السريعة من غير جهد ومن غير لعط للصبر كما يتصف هذا الصبر بأنه لا بد أن تلعق مرحة لا تحسب المجد تمرن أن تأكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر أحسنت كثيرا يا إبراهيم نريد الشعر من جديد على سيرة هذا الشعر والثقافة أقرأ لك الشعر بما أراه أنا الشعب يريد الشعر من جديد تفضل صحيح الشعر الشعر ليس قصيدة تتلى ليس قصيدة تتلى ولا جملا بقاعات الهوى نلقيها الشعر سحر لا يشعوذ إنما هو للبصير كناية كناية يبديها الشعر مدرسة الهوات كما أرى يا حظ مشتاق تتلمذ فيها الشعر مكتبة الأديب إذا شد عمق الصطور أناقة يبديها الشعر فلسفة فلسفة وعلم نابغ كتب تنقلها جراح ذويها الشعر إحساس وفيض عارم تسقيه حبا من شذاه شبيها الشعر تعبير لحزن قابع في القلب نيران الأسى تكويها الشعر رسام يحمل ريشة حتى يزينها بما يرضيها الشعر فخر للشعوب فخر للشعوب عمادهم أسلوبهم في الرد كان وجيها الشعر محكمة الطغاة قبورها بالحق نحن نصدها نرديها الشعر محكمة الطغاة قبورها بالحق نحن نصدها نرديها ولربما في مرة كان النجاة من الكروب لأمة نحييها كان النجاة من الكروب لأمة نحييها لعل وعسى يكون هذا الأمل الذي تغدق علينا به يا إبراهيم يعني أنا أرى أنك يعني تجد في الشعر شفاء لكل داء وعسى أن يكون كلامك صحيحا أو هذا ما أرجوه وآمله وكثيرون أكيد يعني يقاسمونني الأمنية ذاتها إذا أردنا أن نتحدث الآن عن الأجناس الأدبية المختلفة يعني لربما يغار يعني المبدعون في الأجناس الأدبية الأخرى فيقولون يعني إبراهيم يرى أن الشعر هو شفاء لكل شيء هو علاج لكل داء هو المخلص والمنجي لوعينا وفكرنا هو الذي يمكن أن يعيد تهيئة الشباب ليعلموا أدوارهم المنوطة بهم يعني معلمة أو معرفة الواثق دور الأجناس الأخرى أيضا لا يقل عن الشعر همية صحيح أم أنا لك رأيا ورؤية مختلفتين هو طبعا لو سيرنا الجميع في مسار واحد يعني لم نذوق حلاوة الاختلاف فبالتالي لا بد أن يكون هناك التنوع في محيط هذا الأدب واللغة فأنا برأيي الشخصي أجد متعة شخصية في الشعر كيف أن تختصر كل ما تريد قوله في أبيات بمعنى بليغ بلغة رفيعة بشيء يصف السامع حق الوصف نعم لأن القارئ زكي ويريد أن يصفه شيء يحكي عنه يحكي عن آلامه فالشعراء يحملون هذه المهمة الصعبة نعم فبالتالي أنت مكلف بأن تكتب ما يسري وتحيزي للشعر لا يعني أني لا أحب أو أظلم الرواق أو الكتاب أو الأجناس الإبداعية الكتابية له المختلفة فكل يبوض له أثره وتأثيره صحيح فلكن هذا من وجهة نظر الشخصية أنا أنحاس صراحة للشعر بكل فخر يعني وإن كان في مشروع الكبير والبعيد الأمد أطمح أن أكون مارا مرورا جميلا على جميع الأطياف العبدية اللادبية النفس تميله دائما إلى ما تحبه وتفضله صحيح الآن أريد منك أن تتخيل معي وفي نفس الوقت أن تعطيني إجابة صريحة مشفوعة بموقفك الذي يمثلك بصراحة يعني يعني ماذا لو حكم الشعراء العالم ماذا سيحصل بصراحة وبدون مجاملة وخيال باذخ ومبالغة بكل صراحة ماذا سيحصل من وجهة نظر إبراهيم أنت حر ربما كان رأيي مختلفا ماذا سيحصل لو حكم الشعراء العالم إبراهيم يوجي لو حكم الشعراء العالم هذا سؤال لم يخطر على بال أحد لكن أعتقد لو حكم الشعراء العالم لسادة لسادة نوع من اللغة الرفيعة على العامية ولو وجدنا ربما اختلافا في الاهتمامات ربما ستندثر ترند التفاهر ربما لو حكم الشعراء العالم أنا أعتقد أن أن الجميع سيكون بطبقة أعلى في الاتكايت كما يسمونه حاليا ربما ستروج تجارة الورود أكثر حكم الشعراء العالم في نفس الوقت إذا حكم الشعراء العالم سيكون هناك من الحدة ليس الشعر فقط مخصورا على الغزل والحب نعم فربما سنشهد نوعا جديدا من الردود ومن الخطابات السياسية مثلا أو الفخر فأنا سؤالك هذا رماني في نقطة بعيدة من التخيل بدأت الآن نتخيل خطاب يلقون شعرا بدأت الآن نتخيل عاشت يكتبوه شعرا يا سلام أجملك يا إبراهيم لأن نفسك طيبة وروحك نقية ترى الصورة من أبعادها الجمالية الإيجابية وتجتنب أن تفكر بهذه الصورة المتخيلة يعني من ناحية سلبية لكن هناك من ربما يقول يعني أنا دعني أتقمص شخصية الآخر ربما يقول لك الشعراء يتبعهم الغاوون الشعراء أيضا يقولون ما لا يفعلون الشعراء يبالغون الشعراء أحيانا يمدحون من لا يستحق أحيانا يذمون من لا يستحق أحيانا يتملقون أحيانا أقصد هناك آراء عديدة مختلفة في هذا المجال لكن من المؤكد أن الحكمة ستسود إذا ما قدم المثقف الذي يستحق المثقف في منطقتنا العربية للأسف غير مستثمر في بلده في وطنه تجده مظلوما ومسلوب الحق كثيرا أليس صحيحا هذا؟ بالطب لأن الموجة الإلكترونية هذه أو ما يسمونه الترند أصبح لا يعلي إلا أصحاب لأننا نقولها صراحة نتفاهة وكل مثقف يدحر أو ينثر فلا يجد نصيبه من التقدير ومن الدعم وهو بالطبع في الطريق الموازي أنت لن تجد طريقا سهلا أو ممهدا وهذه العملية عملية كبيرة جدا أن تتحاول أن تغير في مفاهيم مجتمع فعلا لكن لو كان منذ الأزل ومنذ السابق ومنذ القديم كان للمعلم مثلا مكان وكان له هيبة وكان له الآن مع الزمن بدأت تدثر الله هو كان يا إبراهيم لكن يبدو مع تلاحق السنوات واختلاف التجارب واختلاف الأمزجة وتغير أنماط الحياة للأسف تبدلت الكثير من الاهتمامات فلم يعد دور المدرس كما كان سابقا ولا دور الحكيم كما كان ولا دور رجل العلم أو رجل الدين كذلك كما كان في السابق من حيث التقدير والتوقير والاحترام والمكان والمكانة لكن حتى في زماننا على سيرة التريند يا إبراهيم يعني تجد حتى أن بعض المثقفين للأسف أحيانا ينزلقون ربما بقصد أو دون قصد وراء التريند كما لو أن التريند أصبح هو من يبرمج تصرفاتنا فنتصرف تبعا لما يريده لا تبعا لما يناسبنا وما نريد نحن فهذه المشكلة لا يحضرنا إلا الأبيات نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا فنحن لنكون صراحين أن العيب في داخلنا نحن نعم لأن نحن من صنعنا التريند ما هو التريند أصلا نحن الذين نعجب بالأمر العديم القيمة عديم الفائدة أحسنت كون المثقف هو الذي بقصد أو بدون قصد هذه ترجع إلى خلفيته هو نفسه أحسنت إذن لابد من تشكيل الوعي لدى الجمهور ومن هذا الوعي أن يكون هناك كلمة شعرية ذات مغزى وقيمة وهدف تكون جميلة هي ذاتها الكلمة التي نطمع بسماعها الآن منك جميل تفضل أشارككم بقصيبة نص أقول فيه وجئت إلى البلاد وجئت إلى البلاد أبيع عمرا وجئت إلى البلاد أبيع عمرا لأصنع من حكاويها دليل لأقرأ من كتاب الأرض عزا به الأشعار أنثرها هديلا يشيخ القلب من بعد وتيه ويرسل نحونا الهم الثقيلة يفيض من البعيد إلي شوق وأرسل من دموع الليل نيلة يفيض من البعيد إلي شوق وأرسل من دموع الليل نيلة وأسأل شائبا عن روح عصر عن الأوطان تشبعنا رحيلة يا سلام أعد هذا البيت متفضلا وأسأل شائبا عن روح عصر عن الأوطان تشبعنا رحيلة عن الماء الذي فيها وحب من الضمأ الحرام غدا قتيلة عن الشعراء عن الشعراء في صخب المآسي وقد قهر العناد المستحيلة يا سلام عن الشعراء في صخب المآسي وقد قهر العناد المستحيلة أنت تنحازن حياز كامل إلى الشعراء وترى أنهم قادرين أو قادرون على قهر المستحيل إن شاء الله أحسنت كثيرا يا إبراهيم وسنستمع إلى المزيد من القصائد لكن لابد من استراحة جديدة الآن شاهدين الكرام نخرج إلى فاصل ومن ثم نواصل حياكم الله مشاهدين وأهلا بكم من جديد وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في حلقة هذا اليوم من برنامجكم بيت القصيد ومعنا هنا في الأستوديو الشاعر الشاب إبراهيم حافظ إبراهيم إلى الشعر من جديد مباشرة قبل أن نواصل نقاشنا تفضل وقرأ علينا ما تحب أختار لكم نص طبعا عمنا الجاحث كان يقول اختيار المرئي قطعة من عقله وأنا أريد أن أقول اختيار الكاتب لكتاباته نتيجة لخوضه في التجارب فأقرأ نص أهديه إلى صاحب الوجه الكامد أقول فيه أدري بأنك مرهق وكئيب أدري بأنك مرهق وكئيب فهناك من خلف النشيد نحيب وغدوت تمضي في الحياة بلا نديم يا صديق ولا صديق يجيب اليوم يلبسك الظلام وكنت في الماضي تنافس والعناق قريب أو كابن صفوان أو كابن صفوان حبيبك في المشاعر باخل في الحب كيف يعيب هذه ملامح طفلة مرسومة مرسومة في لوحة الدنيا النقوش مشيب أعراض مأساة الحياة بداخلي وهواكي قتال وأنت طبيب يا أرض في الطرقات يا أرض في الطرقات لي أنشودة فيها البكاء على البلاد عصيب الآن تصرخ في الوريد مشاعري الآن تصرخ في الوريد مشاعري قل لي متى تحلو وهل ستطيب متى تحلو وهل ستطيب عبثا تحاولها النجاة بكل يوم إنما الخذلان فيك نصيب إنما الخذلان فيك نصيب هيا توضأ بالدموع توضأ بالدموع وقل لها عش للرجاء عسى الإله يجيب إن ضاقت الدنيا بجرحك مرة فالشعر يبسطها وأنت رحيب اقرأ فديتك في جراحك موطن حر ستزهر فيه منك قلوبه ستزهر فيه منك قلوبه حسى لهذه القلوب أن تزهر حقا كما تعيدنا يا إبراهيم زدنا طبعا أن تكون وليدا في بلادين جريحين كل قصائدك تتسم بالحرب والسلم والإعلال كل ما تقرأ نحبه ونحن هنا حتى نستمع إلى القصائد الجميلة فهو برنامج شعري وكل ما يقول ضيفنا أكيد له مكان في نفوسنا وقلوبنا تفضل اقرأ نريد أن نغير الموجة قليلا بتحذير المارد تفضل الريم تغار من العينين الريم تغار من العينين والورد برغم نعومته أخشن من تلك الشفتين أخشن من تلك الشفتين والقمر هناك يفاوضها والمارد واقف بين وبين وليحميني من أمر الحيرة حذرني المارد منفعلة حذرني المارد منفعلة لا تشعل في قلبك نارة نار والله لو اشتعلت لن تطفئها أنهار تجلب أنهارا إياك وأن تحذو حذوا يشبه أن تقتل جيفارا لا تمعن نظرك في عين لو غمزت ترميكا سهاما لا تنصت أبدا للأصوات إذا خرجت من لحن شفاه دامية تحملنا للوطن المنسي لنذكره في ليلة عيد قادمة بشموع من بعد دموع للصبح شروق ورجوع إذا ألقيت في قلبي شعورا ترفع بي إلى أعلى كثيرا وتدنو للعتاب إلي عمدا فترشدني إلى وجعي كثيرا وحين أعود من حربي دمارا تضمضني وتسعفني بكورا وحين أحيد عن دربي إليها ترش الماء شلالا عبيرا يحركني لأسبقها إليها ويحملني إلى غدها أميرا يحركني لأسبقها إليها ويحملني إلى غدها أميرا لقصتنا غرست الورد شعرا يشيد في قصائدنا قصورا لتولد زهرة في إثر أخرى وتروي بيننا هذا الضميرا ونبقى في الحنين معا نغني ونبقى في الحنين معا نغني ويخلد حبنا الأنقى شعورا ويخلد حبنا الأنقى شعورا ويخلد حبنا الأنقى شعورا دام هذا النقاء وأرجو لهذا الحب أن يعظم أكثر أحسنت كثيرا يا إبراهيم على هذه الرقة وعلى هذه العفوية وهذه البساطة في التعابير أنها عميقة شاكر جدا كلمنا عن فكرة العمق في البساطة حينما تريد أن تكتب نصا هل تفرض لغة ما نفسها عليك أم أنك تتعمد أن تكتب بطريقة تصل إلى شريحة أكبر من الناس والمتلقين والله هو بالطبع من الفطنة أن تخاطب الشعوب بلغة يفهمونها وبلغة تكون سلسة ومحببة إليهم فما الفائدة إن كنت أكتب شعرا و كلماته صعبة و كلماته غير مفهومة لدى العامية أنا لا أكتب لطبقة محددة أو فئة بسيطة لأن الفئة الأراقية أو المثقفة أنا أريد أن أكتب بلسان الجميع لأنني أنا الجميع وأنا منهم يعني فهذه البساطة أنا أحبها وأعتقد أنها هي السبيل الذي سأعبر به إلى قلوب إن شاء الله الجميع بإذن الله وهذا مما لا شك فيه زدنا شعراً الآن أقول في هذه القصيدة فضل صرخة في وجه الاحتلال أنا الآن أعلن في كبريائي أنا الآن أعلن في كبريائي بأني سأخذو تلك الحدود وأقتل كل غرور يسيج بستان عشقي فهل ستعود سأحتل منك الفؤاد الحنون وأعلن في القوم حب الخلود سأسرق منك بريق العيون وأجهش شوقاً بماء الورود دموعي تنادي سجيناً بعيداً فهل يستجيب لقلب الجنود دموعي تنادي سجيناً بعيداً فهل يستجيب لقلب الجنود وحزني يقود الحروف إليها بموكب نأي يجيد الصمود أنا الثائر الحب في مقلتيها وجيسي يواصل حرب الصمود قطفت السعادة من حاجبيها قطفت السعادة من حاجبيها ودون ملاقاتها لن أعود ودون ملاقاتها لن أعود لكننا نريد أن تعود إلى إلقاء الشعر من جديد زدنا تفضل يا إبراهيم طبعاً بعد هذا الاحتلال والصرخة لا بد أحياناً في الحروب والنزاعات نعم أن نرنوا إلى السلم قليلاً ولا ما رأيك؟ تفضل دعوة للسلم لا بأس هذه المقاتل أعلن بالسلام دعونا دعينا نوقف هذه الموسيقى دعينا نوقف هذه الموسيقى موسيقى الحروب وعزف السيوف ونخلع عنا جميع الدروع ونجلس في القرب دون عزوف ونجلس في القرب دون عزوف أسلمك الواضح الآن مني لألقى الشعور الحنون الرؤوف لنخلع ما بيننا من قناع ونلبس وجهاً رقيقاً عطوف سنلغي المسافة في رحلتين ونمح من القلب ليلة الخصوف سنمنع من يقطع الوصل فينا ونعلو على حكم تلك الظروف ونعلو على حكم تلك الظروف أراها وبعد حديثي إليها كشمس تعالجني بالكسوف تقول قبلت الهوى يحتوينا قبل الهوى يحتوينا دعيني أقبل تلك الكفوف دعيني أقبل تلك الكفوف يعني هذه القصيدة ربما يبدو لمن يسمعها يظن أنها من عاشق إلى معشوقته لكن من الممكن أن تكون لأم طال غيابها أو أرض تتدلل على عاشقها المغترب عنها كثيراً عن فكرة الغربة وأن الوطن لا بد أن يعانق أبنائه أو أبنائه يوماً ولا بد أن يعانقه أبنائه إن شاء الله كيف تفكر بهذه فكرة اللقاء اللقاء بالسودان حينما تضع الحرب أوزارها ويعود الوئام والسلام بين أشقاء الدم الواحد وأصحاب المصير الواحد وكذلك حلم اللقاء بفلسطين كل الفلسطين كلمنا عن هذه الأحلام مجتمعة طبعاً اتسمت جميع الفلسطينيين بالعودة والحلم وأصبحت مربوطة بهم السودان كون الجرح حديث ونأمل أن لا يطول هذه المأساة التي يعيشها الشعب السوداني والشعب الفلسطيني أيضاً نعم وجميعنا نطمح إلى ركن يأوينا وعسى أن نلتقي إن شاء الله بأرضنا بطراب السودان بقدس فلسطين يا سلام بزيتون غزة اللهم آمين وأن نشرب شربة من النيلين فنأمل جميعاً يعني ابتعاد عن الوطن هو شيء يعني يكفي من المعاناة أن تعيشه وأنا لا أتمنى أهلي للعام يعني إن شاء الله يرجع كل حق لصاحبه بإذن الله تعالى وأن تفض كل هذه الفتن من بلادنا العربية جميعاً بلا استثناء سيعود المغترب إلى وطنه وطيور إلى أعشاشها والصباح إلى الأرض التي تستحق الشمس وأن تعانقها من جديد بعد هيمنة الليل وظلام يعني دام وتمطى فوق جسد أبناء هذه الأمة نرجو لهذا الظلام أن ينتهي وأن تأتي الشمس بأبهى حلتها إلى آخر جرعة لذيذة طيبة من يعني شعرك العفوي البسيط اللين الذي يصل يعني إلى شريحة أكبر من الناس كما طلبت ورجوت يا إبراهيم تفضل اقرأ علينا ما تحب طبعاً أشارككم هذه القصيدة الأخيرة على لسان كل من له شخص عالق في الحرب تفضل إلى عالق في الحرب أجيبي أجيبي عيوني أأنت بخير أجيبي عيوني أأنت بخير ليذهب خوف الشديد الشديد عليك لأطرد عن خاطري فكرة تراءت كشان على كتفيك ليهدأ قلبي وفكري قليلاً ويرسل مأواً فسيحاً إليك إذا اشتد برد شديد هناك سأفرق حبي في راحتيك سأحرق كل الجنود كقش إذا سال دمعاً على وجنتيك وأصنع من لهفة القلب جسراً وأصنع من لهفة القلب جسراً رقيقاً يؤدي إلى ناظريك رقيقاً يؤدي إلى ناظريك السلام عليك أنت قلت إنها القصيدة الأخيرة لكنني أريد القصيدة التي بعد الأخيرة والله إن كان في الوقت مكتسع تفضل لا يزال معنا القليل من الوقت تفضل يا إبراهيم طعنة في شعر القيصر طعنة في شعر القيصر تفضل من من سيسمع يا قصيدة نظرتي من سيمسح من عيوني دمعتي في صحار الخد سالت دمعة في المدى المفتوح دوت صرختي لي من الأحزان سبع مواكب كلها تفضي للقيا ثورتي في سماء الروح تعلو حرقتي ضاقة الأوطان زادت غصتي أعطني وعدا لحب خالد فيه أحيا لا توارى بهجتي القصيد المر في أوجاعنا قصة خيالها بي حسرتي لا تلومي لا تلومي أحرفا في دفتري إنها سكرى بمنفى غربتي عزلتي أهل خلاصي كذبة وعزائي في مآسي فكرتي إن رأوا هما رمينا دونهم لا تكوني مثلهم لا تشمتي إن رأوا هما رمينا دونهم لا تكوني مثلهم لا تشمتي نرجو للحياة ألا تشمت بك وألا تشمت الآخرين بك ولا بكل مشتاق إلى وطنه ولا بكل وطن يرجو لأبنائه أن يعودوا صفا واحدا قبل الختام كلمة من أجل السودان الذي تحب وفلسطين كلمة رسالة نصيحة من محب ماذا تقول في الختام يا أبراهن؟ والله هي خلينا نسميها دعوة وأمل ورجاء أن يعود هذين البلادين يعني سالمين غانمين من غير حرب لأن الشيطان يفعل ما يفعل بأبناء بلاده وعسى أن يعود السودان سالما غانما كما كان وأن يرجع الحق في فلسطين لأهله وندحر الظلم والظالمين جميعا وأن يبعد عن كل أوطاننا الفتن والمصائب وهذا ما أقول وهذا ما أرجوه وإن شاء الله سيكون لنا يعني موعد مع النصر وموعد مع الأولى إن شاء الله شكرا شكرا إبراهيم حافظ الشاعر الشاب من السودان وفلسطين كما تسمي نفسك وأنت تستحق أن تكون يعني جامع وطنين وصاحب عشقين يطيبان في قلبك وتطيب أنت أيضا لهم ابنا وشاعرا صاعدا بإذن الله له وأمامه مستقبل أرجو أن يتحقق شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك في قناة الرافدين وشكرا لك أنت عزيزي مصطفى عن هذا تسلم تسلم شكرا جزيلا لك شاهدين الكرام وصلنا إلى ختم هذه الحلقة في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجددوا لقاؤنا وحضراتكم رفقة شاعر جديد حتى ذلك الحين لكم مني أطاب التمانية دائما وأبدا ظلوا بحرية وخير وسلام وإيمان إلى اللقاء اشتركوا في القناة